من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ من ريمة عدن ليست بخير وكأن المدينة ضاقت بأهلها لليوم الخامس وصلوا قوة الحزام الأمني المدعومة من الإمارات الترحيل القسري لأبناء المحافظة الشمالية والتهم جاهزة عملاء وخوانة عمال فقراء وأصحاب حرف وملاك بسطات وجدوا أنفسهم فجأة على ظهر شاحنات تقلهم إلى خارج المدينة التي يراد لها ألا تستقر وعيد الحكومة لم يفلح في وقف موجات الترحيل كما أن اتصالاتها التي أعلن عنها رئيسها معين عبد الملك مع التحالف في عدن لم تثمر عن أي تهدئة فالقوات التي خسرت قائدها الميداني أبو اليمام بالتصفة لميليشيا الحوتين لا تزال تفرغ غضبها على العمال البسطة قالت الحكومة إنها لن تقف متفرجة على ما يحصل لكنها تبدو عديمة الحيلة المغلوبون على أمرهم لجأوا مؤخرا إلى الاحتماء بشخصية وقيادات عسكرية من بينها بسام المحضار الذي يقود فصيلا عسكريا تتمركز قواته في مديرية الشيخ عثمان الليلة الماضية خادت قوات المحضار مواجهة ضد قوات الحزام الأمني وأسفرت عن جرح طفل وامرأة يقول شهد عيان إن الحزام الأمني حاول إغلاق محال تجارية واقتحام مقر المجلس المحلي إلا أن قوات المحضار تصدت لها سبق ذلك انتشار كبير لجنود ودوريات من أولوية المحضار بهدف تأمين المديرية ومنع أي اعتداء على التجار محذرة من زعزعة الأمن والاستقرار علوية العمالقة دعت لحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وعدم السماح بالاعتداء على أي شخص أو ترحيله من عدن أما سكان المدينة فكانت الإدانة لغتهم السائدة للترحيل القصري واصفين ذلك بأنه سلوك همجي من طرفين يمثل خطرا على مجتمعه قبل أن يكون خطرا على أي شخص آخر ترجمة نانسي قنقر